إذا أرادت المؤسسات والشركات أن تصل لرؤيتها وأدافها وأن تزيد من أرباحها فعلياً فعليها التركيز على صناعة السعادة المؤسسية فمجرد خلق بيئة عمل سعيدة تزيد فعالية ونشاط وإتقان وإنتاج الموظف هذا ما تسعى إليه الدكتورة منال قطان من خلال هذه الكلمات وذلك بإطلاق أول مجلس رقمي للسعادة حيث تبنت هذه المبادرة لإيصال هذه الفكرة وتطبيقها في جميع المؤسسات وأيضاً القطاعات نتعرف على هذه المبادرة وما ستقدمها أيضاً من خلال المجلس الرقمي للسعادة وتنظم إلينا من جدة الدكتورة منال قطان وهي أكيدمية متخصصة في القيادة والتنظيم الإداري وصاحبة مبادرة المجلس الرقمي للسعادة أهلاً وسهلاً بك دكتورة منال صباح الخيرات صباح النور عليكم وعلى جميع المشاهدات ومشاهدين صباح السعادة صباح السعادة على الجميع يا رب الله يحييك يعني أول مجلس سعودي رقمي للسعادة أنا أريد أن نتعرف على هذا المجلس وإيش هي أهدافها أيضاً طبعاً أكيد وسعيدة بأن يكون الجميع من جميع فئات المجتمع أن ينضم مثل المبادرة هذه والجلسات التي سنترحها من خلال هذا المجلس الذي يعتبر الأول من نوعه في المملكة وهدفه هو نشر السعادة للوصول لجودة حياة بإذن الله ورفع الإدراك بفهم وأهمية السعادة طبعاً هذا المجلس كانت فكرته في الأساس من المردود الذي حصلنا عليه من خلال مبادرات سابقة طرحت للمجتمع في السعادة وجودة الحياة المردود ده خلانا نفكر أنه نعمل مكان نجتمع به مع فئات المجتمع المختلفة يكون فيه حضور يكون فيه تفاعل يكون فيه مشاركة يكون فيه طبعاً لقاءات يكون فيه استضافات لشخصيات ملهمة محفزة لها تجارب تبعث السعادة وتنشر السعادة وترفع من إدراك الفرد والمجتمع بفهم السعادة اللي فعلاً ليه فوائده على الفرد وعلى المجتمع نفسه طبعاً هو اللقاء هذا بيتم شهرياً عبر العالم الرقمي وحيواصل تقديم لقاءاته من خلال العالم الرقمي عشان نوصل لأكبر عدد من المستفيدين من هذا المجلس نعم طيب كلمينا شوية عن مخرجات هذه اللقاءات وإيش الأليات اللينوين تتبعوها من أجل نشر السعادة طبعاً إحنا المجلس ده انطلق الشهر الماضي في شهر نوفمبر وتم أول لقاء في منتصف الشهر ويحدد بعد كده اللقاءات ستكون كل منتصف شهر بإذن الله لقاء واحد بيحضر فيه من كل مكان وزمان طبعاً أفراد المجتمع التسجيل طبعاً مجاناً لجميع أفراد المجتمع والآليات سيكون طبعاً عرض مواضيع استضافات ممكن لشخصيات ملهمة محفزة لها أثر في المجتمع بطبعاً ترفع من إدراك مفهوم السعادة ومفهوم جودة الحياة وبإذن الله نسبة السعادة لدى الفرد في المجتمع طيب اليوم لما نتحدث أن الفكرة عادت ما تبدأ بمبادرة إلى أي مدى من المهم أيضاً أن تتحول مثل هذه المفاهيم حول هذه المبادرات إلى أسلوب عمل نتحدث عن وجود إدارات تتعلق بالسعادة في مختلف الأجهزة وأيضاً قطاعات أكيد طبعاً مهم وهذا اللي إحنا بنناشد فيه أيضاً من خلال المجلس ومن خلال المبادرات اللي أتقدمت فيما يخص السعادة وجودة الحياة طبعاً الحمد لله إحنا لقينا تعاون كبير من مؤسسات سواء خاصة أو حكومية فيما يخص طرح مبادرات من تحت مضلتهم وكان فيه تفاعل كان فيه تعاون كان فيه تنسيق كان فيه تقدير أيضاً للجهود طبعاً السعادة المؤسسية هذا شيء مهم أصبح يعني عشان توصل الشركات المؤسسات لأهدافها لرؤيتها إحنا الآن بنناشد بوجود إدارات بل جهات مختصة بالسعادة ممكن يكون من خلالها طبعاً تحديد مسؤول عن هذه الإدارة أو ما يسمى برئيس تنفيذي للسعادة مثل بعض الدول اللي أوجدت الآن بعض المسؤولين عن السعادة في المؤسسة نعم طيب دكتورة منال إيش الشكل اللي متخيلة أنه ممكن تكون الإدارات المسؤولة عن بث السعادة في روح الموظفين كيف ممكن تكون شكلها؟ إيش الآلية العمل اللي ممكن تعمل بها؟ إيش ممكن تقدم للموظف؟ طبعاً الآن في المملكة ما في وصف وظيفي لمسؤول أو أخصائي أو المدير التنفيذي للسعادة ولكن المفروض كل منظمة كل شركة كل مؤسسة إذا كانت تعمل على إيجاد مثل هذا الموظف في شركتها أنه تحط وصف وظيفي لي طبعاً مسؤول السعادة أو مدير السعادة طبعاً ما هو مهرج ولا هو مثلاً مسؤول عن فقط الترفيه ولا أنه أحد يتوقع أنه يكون فقط عشان يطرح الفرح والمرح لا هو في خطط في أهداف الأهداف دي تكون متماشية مع أهداف ورؤية المؤسسة يكون في تواصل مع الإدارات العلية يكون في تطوير طبعاً التطوير والخطط هذه والأهداف طبعاً بما يصل إلى رضاء طبعاً الموظف السعادة بتعكس على الموظف أشياء كثيرة بتزيد من إنتاجيته بتزيد من نشاطه فعاليته إتقانه بتزيد من الربحية ومنها نصل لأهداف المؤسسة والشركة يعني إضافة للأهداف الإنسانية بمفهوم السعادة هناك أيضاً أهداف اقتصادية يعني لو تكلمنا أكثر عن هذا الارتباط أهداف اقتصادية أكيد طبعاً مجرد نشر السعادة مجرد الشعور بالرضاء بأنني أنا أعمل في بيئة عمل سعيدة أنا هنا سأكون موظف نشيط أكون موظف منتج أحقق أهداف المؤسسة والشركة أني أنا أكون موجودة فيها أيضاً حتى أكون في نوع من الامتماء يكون في هذه البيئة بيئة العمل السعيدة فهذا السبب أننا نريد أن نوجد مثل هذه الإدارات في المؤسسات والشركات سواء حكومية أو خاصة وطبعاً هذا فقط توضيح أن السعادة ليس فقط تحقيقها بيكون من خلال تحقيق احتياجات مادية لدى الموظف الموظف يحتاج احتياجات أيضاً معنوية يحتاج لتقدير يحتاج لشكر يحتاج للشعور بالفخر جميل طيب دكتورة منال لو لاحظنا كذا أو يعني قعدنا نفكر كذا في عموماً المجتمعات حول العالم بشكل عام هنلقى أنه مؤخراً سار الجميع يبحث عن السعادة كيف الواحد ممكن يكون سعيد طيب كيف شايف إقبال الناس تقبلهم سواء الإدارات سواء القطاعات الخاصة سواء القطاع العام على أنه يكون في إدارات مختصة بالسعادة وإنها تكون بتعطي سعادة مش فقط سعادة بادية كمان كما ذكرتي سعادة معنوية والله يا عزيزتي أنا أجد أنه الآن فعلياً أصبحت يعني في تركيز في الشركات هناك في شركات كبرى عندهم اهتمام كبير بالسعادة في مبادرات من خلال شركاتهم في اهتمام برضاء الموظف في التركيز على طرح أنشطة فيما يخص السعادة وفي أيضاً بدأت الآن مؤسسات شركات بتقيم دورات بتقيم ورشات عمل بتهتم بموضوع السعادة لأنها تعي بأن السعادة فعلاً بتعكس على إنتاج وعمل الموظف وتحقيق أهدافها ورجاعاتها صباحك سعادة وأيام كلها سعادة بذل الله أنت والجميع دكتور أمانال قطان وأنت الأكاديمية والمتخصصة في القيادة والتنظيم الإداري وصاحبة مبادرة المجلس الرقمي للسعادة يا تكي العافية دكتور أمانال